بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ندرس درسا جديدا الدرس الثاني هل عندكم الكتاب خذ الكتاب أيها تلاب افتحوا الصفحة التاسعة من هذا الكتاب احباب اقرأوا ما عنوان الدرس ما عنوان الدرس نعم سورة الفاتحة ألا سمعتم هذا الاسم نعم سورة الفاتحة سمعنا وحفظنا قبل السنوات أي نقرأ في كل صلاتنا وفي كل ركعة نقرأ سورة الفاتحة الآن أمامنا حوار حول هذه السورة الحوار يجري بين صديقين أمامنا صديقان عبد الله وعبد الحق استمعوا إلى هذا الحوار أيها تلاب استمعوا إلى الهبار بين عبد الله وعبد الحق والله أسابعكم على كل ستر ما يقول عبد الله وعبد الحق السلام عليكم يا عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله أهلا أهلا أين والدك ووالدتك الوالد في الغرفة يقرأ القرآن والوالدة في المتبخ تعد الشاي كيف أنت يا أخي بخير والحمد لله وأنت ماذا تفعل؟ أنا أدرس صورة الفاتحة مع المعنى أحسنت يا أخي وأنا درستها ودرست عشر صور من الأخير هل تعرفها مع المعنى؟ نعم حفلتها ودرست معانيها إذن عندي أسئلة من صورة الفاتحة وهل تجيب يا عبد الحق؟ نعم أجيب إن شاء الله سل الأول كم آية في صورة الفاتحة؟ الثاني قل اسما آخر لهذه الصورة؟ الثالث أذكر من هذه الصورة الثلاثة أسماء الله تعالى الرابع كم مرة نقرأ هذه الصورة في صلاة المغرب؟ أجاب عبد الحق عن هذه الأسئلة كلها فماذا كانت أجويبت بتوه؟ أيها لاحب ألا سميعتم الهيوار؟ ماذا فهمتم؟ فهمتم تماماً؟ مقلت هيوارو كأتو؟ هيوار اللي عندما آنوا منسل آئد؟ پورنا وائم منسل آئو؟ فإلا إكرا أول حوار مارة نتانية والله عالامت الصحيحة على كلمات معروفة كلمات معروفة كلمات الصحيحة على كلمات الصحيحة على كلمات الصحيحة و slaّٰو نتائية والامات الصحيحة على كلمات الصحيحة على جديد طعال 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 welcome welcome وارو وارو يننا نأخل عبدالحق أين والدك و والدتك أين والدك و والدتك نيندي ماذا وماذا 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 عبدالله عبدالله الوالد في الغرفة يقرأ القرآن والوالدت في المطبخ تعد الشاي أيها الله فهمتم معنا هذا السطر هنا عبدالحق يسأل لعبدالله أين والدك و والدتك ماذا يقول عبدالله يقول عبدالله والدي أين والدي ماذا على السطر أين والده والده في الغرفة ماذا يفعله غرفة معنى غرفة معنى حجرة روم ماذا يفعل في الغرفة هو يقرأ القرآن والده قلوا الوالده في المطبخ في المطبخ ماذا تفعل في المطبخ معنى مطبخ لا تعرفنا كلمة مطبخ المطبخ نعم نعم ماذا المكان الذي مكان الذي ماذا ماذا تفعل في الغرفة أما عرفتم هذه الكلمة مطبخ المكان الذي يتبخ الطعام بخشن يبدنان ونداك ندي من أين من أين يتبخ أمهاتنا الطعام من أين نعم مطبخ معنى أدو كيف أنت يا أخي عبد الحق بخير والحمد لله وأنت ماذا تفعل أيها طلاب هنا يسأل عبد الحق كيف أنت يا أخي ماذا يردو ماذا يردو كيف أنت يا أخي مانا كيف حالك يا أخي سفدلا ننجا ورطمانم يندان ماذا قال هذا الأخ ماذا قال عبد الحق بخير الحمد لله وفي كل حال علينا أن نحمد الله يلاس نربة لله نستذكر أكبر أمهاتنا أيها طلاب هنا أنا أسأل عبد الحق و أنت ماذا تفعلو؟ أيها تلاب ما معنى ماذا تفعلو؟ أنت ني ماذا تفعلو؟ ني يندان چي يند ده أنا أدرس سورة الفاتحة مع المعنى ما معنى أنا أدرس؟ أيها تلاب ما معنى أنا أدرس؟ أنا معنى نان أدرس؟ نان پڑي كنن سورة الفاتحة سورة الفاتحة پڑي كنن مع المعنى ما معنى كلمة معروف معنى أرث سورة الفاتحة أرث سهيدة نان پڑي كنن أحسنت يا أخي و أنا درستها و درست عشر سور من الأخير أيها تلاب ما ذا فهمتم من هذا السطر؟ ماذا فهمتم من هذا السطر؟ عندما قال عبد الله أنا أدرس سورة الفاتحة مع المعنى ماذا قال عبد الحق؟ أحسنت أحسنت ألينا أنقول لكل من فعلا الخير أحسنت أحسنت عبد الله؟ ماذا يقول عبد الله؟ و أنا درستها و درست عشر سور من الأخير هل تعرفها مع المعنى؟ أيها تلاب هنا يسأل عبد الله هل تعرفها مع المعنى؟ أنا معنى أردت سهيدم لنا كريامو؟ أردت سهيدم لنا كريامو؟ أردت سهيدم لنا كريامو؟ سورة الفاتحة؟ حفلنا و درستنا منذ صغرنا ولكن نعرف معنى سورة الفاتحة؟ أعلينا أندرسا نعم حفلتها و درست معانيها أيها تلاب؟ ماذا قال عبد الحق؟ حفلتها أنا دمانا پاڑم آكي تند سمما ماذا قال؟ و درست معانيها هذا أردت سهيدم لنا كريامو؟ أردت سهيدم لنا كريامو؟ سورة الفاتحة و هل تجيب يا عبد الحق؟ أيها تلاب عندما قال عبد الله عندما قال عبد الله ماذا؟ أنا حفلتها أنا أعلم أنا أعرف معناها هنا يسأله هنا يسأله بعض الأسئلة ما هي الأسئلة؟ نعم أجيب إن شاء الله سلم أيها تلاب هنا يسأل عبد الله بعض الأسئلة لعبد الحق علينا أن نستمع جيدا و عليكم أن تلاحظوا إلى الشاشة الأول كم آية في سورة الفاتحة؟ الثاني قل اسما آخرا لهذه السورة الثالث الثالث و عليكم أن تكتبوا في دفاتركم الأجربة لها هذه الأسئلة بعدما كتبتم عليكم أن ترسلوا الأجربة إلى مدرسكم فهمتم؟ نعم إن شاء الله إلى اللقاء مع السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة